السلام عليكم ورحمة الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع اليوم ان شاء الله في الفيديو هاد رح ناخد درس كتير صغير هو بالفونيكس احنا منعرفه من قبل بس منا نأكد عليه مرة تانية اليوم رح ناخد عن صوت حرف الاف زي ما اخدتوا من قبل احنا منعرف لما يجوا البي والاتش وربعة في الكلمة احنا منقرأهم اف اذا بي والاتش بعطوني الصوت اف خلينا هلا نشوف مجموعة كلمات كيف انا بقرأ فيهم البي والاتش كصوت حرف الاف تليفون تليفون شايفين البي والاتش في نصف الكلمة قرأتهم اف مع انه انا ما عندي حرف اف بس هما اعطوني صوت الاف اليفانت اليفانت كمان البي والاتش في نصف الكلمة اعطوني صوت اف دولفن دولفن شايفين البي والاتش كمان هون اعطوني صوت الاف وهلا خلينا نروح على كتابنا الويرك بوك ونشوف ايش بدنا نعمل فيه بالضبط وهلا اوبر نيويرك بوك بيج 96 بقول لك هون remember تذكر the letter ph sound like f الحرف p والاتش لما يجوا مع بعض بعطوكي صوت اف شوفي هذا المثال this photograph shows valentina trishkova in her space suit هاي الصورة فوتوغرافي عن الصورة بتفرجيكم صورة valentina وهي لابسة بدلات الفضاء السؤال اول بحكي لك write ph write the words تكمل الكلمات بكتابة البي اتش بعدين تكتب الكلمة كاملة على السطر الاولى photograph الثانية elephant الثالثة dolphin الرابعة telephone والخامسة alphabet alphabet يعني الحروف الابجدية هلا نيجي هون السؤال الثاني بحكي لك write the words تكتب الكلمات الوردة عندك بالسؤال الاول تحت الصورة المناسبة لها بالسؤال الثاني هما السؤال الثالث بحكي لك read the clues write the words تقرأ الالغاز اللي عندك وتكتب الكلمات الدالة على كل اللغز خليني اقرأ لك الجمل وافسر لك اياها it's large and gray it has big ears هو كبير ولونه رمادي وله اذن كبيرة او اذان كبيرة you can use this to speak to people انت بتستخدم هاي الشغلات مشان تحكي مع الناس the letters for writing a language in the right order بحكي لك هي عبارة عن حروف عشان تكتب الكلمات بالترتيب الصحيح a picture you take with a camera الصورة اللي بتلتقطيها باستخدام الكاميرا ايش بنسميها it's gray and it lives in water لونه رمادي ويسكن او يعيش في الماء بتمنى انك تهلي هاي الصفحة وتبعتي للحل على نوري سباس ويعطيكم الف عافية